مرحب بكم وانزم مجاهدين في حلقة جديدة من حلقات النقل ام العقد وعنوان حلقتنا النهاردة هل يخلو الله من العرش؟ احنا شفنا في الحلقة اللي فاتت ان شيخ الاسر الدكتور احمد الطيب ووصف السلف الوهابية انهم على خطأ وجهلة وبيضللوا الناس وقال كمان الوهابية او ولاة الحنبلة ان نجسوا المسهب الحنبلي وشفنا الشيخ مسعودي المقبالي وهو اباضي بيقول ان اهل السنة والجماعة المراد بهم الاشاعرة والماتوردية وقال كمان ان الحشوية يقصد بهم الوهابية السلفية فهي طائفة رزيلة جهالة انتصبون الى احمد واحمد مبرأ منهم وشفنا الشيخ عبدالقادر الحسين وهو برضو الشيخ اشعري اعتمد على اللغة في معنى كلمة ارتحلة وقال ارجع له اللغة العرب حلة وارتحلة حلة يعني اقامة في مكان وارتحلة يعني ترك هذا المكان وده نفس اللي اثباته ابن حجر نقلا عن ابن المنير ان العين ليست صفة سابتة لله وانها استعارة انما هي استعارة يعني لغوية يعني مجاز يعني الشيخ الاسهر والشيخ مسعودي المقبالي والشيخ عبدالقادر الحسين كلهم بيتأولوا الصفات على مقتدى اللغة وده تعطيل الصفات ونقلنا من كتاب الاعتقاد تعطيل الصفات بس هب من مسهب الجهمية وانت اولها على مقتدى اللغة وعلى المجاز في حواه جهمية وفي حلقة النهاردة هنوصل مع الشيخ عبدالقادر الحسين ولانه اشعري هيبدأ معنا باللغة لانه عاوز يوصل لنفس النتيجة اللي هي تعطيل الصفات وبرضو عاوز يوصل لحاجة تانية هنشرحها لما نيجي لها في الفيديو ونشوف الفيديو اللي جاي ما معنى حلّة حتى تتعلموا وترجعوا لللغة وده كلام الشيخ طبعا وحلّة وارتحل يعني اقامة في مكان وارتحل يعني ترك هذا المكان اذا لغويا حلّة وارتحل يعني ترك المكان يعني الله حلّة هيكون موجود في مكان وارتحل هيسيب المكان ده وطبعا الكلام ده لأكتر من معنى عند الاشعارة فهناخد معناتين اتنين واللي تكلمنا عنها بالتفصيل في الحلقات اللي فاتت في حلقة رقم 43 وكانت بعنوان قلوية تحت الطلب وشفنا في صحيح البخاري كتاب التوحيد عن أبي هريرة أن الرسول قال ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا قال الحفظ ابن حجر رحمه الله والغرض منه هنا قوله فيقول من يدعوني إلى آخر الحديث وهو ظاهر في المراد سواء كان المنادي به ملكا بأمره أو لا لأن المراد إثبات نسبة القول إليه وهي حاصلة على كل من الحالتين وكان تعليق ابن حجر على كلام ابن حزم وتأويل ابن حزم النزول بأنه فعل يفعله الله في سماء الدنيا كالفتح للقبول الدعاء في اللغة تقول فلان نزل لي عن حقه بمعنى وهبه قال والدليل على أنها صفة فعل تعليقه بوقت محدود ومن لم يزل لا يتعلق بالزمان فصح أنه فعل حادث يعني هنا بنلاحظ هنا أن النزول بيحمل نفس المعنى اللي بتكلم عنه الشيخ عبد القادر الحسين ينزل الله كل ليلة إلى سماء الدنيا في التلت الأخير من الليل وبعد ما ينتهي التلت الأخير من الليل ينتهي النزول نفس معنى حلة وارتحلة اللي بتكلم عنها الشيخ عبد القادر الحسين وشوفنا ابن حجر نقل كلام ابن حزم بيقول وتأويل ابن حزم النزول فإنه فعل يفعله الله في السماء الدنيا كالفتح لقبوله الدعاء في اللغة ونلاحظ أن ابن حزم بتكلم عن النزول بمعنى في اللغة نفس أسلوب الشيخ عبد القادر الحسين لكن الفرق بينهم الاتنين هنوضحه من خلال بقية الفيديو للشيخ عبد القادر الحسين ونروح للحلقة رقم 41 وكانت بعنوان ابن حجر يطعن في الرسول والصحابة وشوفنا شرح ابن حجر للحديث صحيح البخاري كتاب الدعوات باب الدعاء النصف الليل عن أبي هريرة أن رسول الله قال يتنزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا قال الحافظ ابن حجر وقال الكرماني النزول محال على الله لأنه حقيقته الحركة من جهة العلو إلى السفل وقد دلت البرهين القطاع على تنزيهه على ذلك نلاحظ أن ابن حجر بيقول أن النزول محال على الله يعني ابن حجر بينكر نزول الله إلى السماء الدنيا الرسول يقول يا تنزل ربنا ابن حجر يقول لا يا رسول الله أنت ما تعرفش معنى النزول أنا أعرف أحسن منك وطبعا النزول هيكون في حركة حسب تساوئ ابن حجر فعشان كده ننفيه أو هو يعني بينفيه نفس كلام الشيخ عبد القادر الحسين حلى وارتحلى يعني فيها انتقال من مكان لمكان عشان كده إحنا نقلنا في نفس الحلقة شرح العقيدة الوسطية فإثبات النزول لله سبحانه وتعالى لا يلزم عليه اللوازم البطلة التي أوردها المتكلمون فقالوا إن أثبتنا النزول اقتدى التنقل والحركة واقتدى إنه يتنقل من مكان إلى مكان ويتحول من محل إلى محل كل هذه لوازم بطلة ونشوف الفيديو اللي جاي للشيخ صالح المنجد ومن كلام الشيخ الصالح المنجد بيقول إن نزول الله إلى سماء الدنيا حقيقي والنزول اللي بيتكلم عنه المنجد بالنسبة للشيخ عبد القدر الحسين معناه حلى وارتحلى وهيكون لها لوازم يقول نزول الله إلى السماء الدنيا الذي قال نزول أمره باطل لأنه فسر النص على غير اللغة وغير مراد الله ورسوله ينزل ربنا إلى السماء الدنيا نزولا يليق بجلاله وعظمته ينزل في ثلث الليل الآخر إذا قال نزول أمره يا أخي نزول أمره كل وقت الذي يقول نزول أمره ينزل أمره بالليل وبالنهار وفي الثلث الأول وفي الثلث الثاني وفي الثلث الأخير وبعد الفجر وبعد العصر هذا النزول في الثلث الأخير نزول خاص ما هو نزول أمره نزول أمره عام كل وقت نازل أمره كل وقت نزول يليق بجلاله وعظمته وما نتدخل نقول يخل العرش ولا ما يخل العرش وإذا نزل وكيف ينزل وفوقه السماء يا أخي ينزل كما يريد سبحان الله ينزل كما يريد ربك آمن بما قال قال عنه رسوله ينزل يعني ينزل ما نجي أنت فلسف وماذا يحدث إذا نزل وكيف سيحدث يا أخي أنت في أشياء في المخلوقات ما تستطيع تتصورها لو قلت لك وصف لي حركة الأعصاب الأعصاب كيف تشتغل مع الدماغ يمكن تعجز كيف تريد تتكلم في الخالق ما ندخل في الكيفية يستوى على العرش كيف يستوى ما ندري ينزل كيف ينزل ما ندري لكن أثبت النزول وبعدين ليس مثلنا ليس كمذري شواء السميع البظير سبحانه وتعالى وبعدين ينزل يتقرب إلى عبادة يقول هل من مستغفر هل من تائب يريدون إنكار النزول وتقربه إلى عبادة وخلينا دلوقتي نعمل مرخص لحلقة النهاردة تكلمنا في حلقة النهاردة عن حديث ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا ابن حزمي بتكلم عن النزول بمعناه في اللغة وده نفس اسلوب الشيخ عبد القادر الحسين ابن حجر نقل كلام الكرماني النزول محال على الله لأن حقيقة الحركة من جهة العلو إلى السفر وقد دلت البراهين القطاع على تنزيه وعلى ذلك كلهم قالوا لو الله بيتنزل يبقى بيتحرك فيتأولوا النزول بنزول أمره والشيخ صالح المنجد بيقول نزول الله إلى السماء الدنيا نزول حقيقي واللي يقول نزول أمره باطل واللي يسأل كيف ينزل الله ينزل الله كما يريد لابد أنك تؤمن بما قاله الرسول أنه ينزل ينزل يعني ينزل محدش يتفلسف وتابعوني الحلقة الجاية عشان نشوف مفاجأة مع الشيخ عبد القادر الحسين وهيقول لنا ما معنى أن حل وارتحل لها لوازم والتقل بيكم في الحلقة القادمة لو سقطت مصادرنا الأصلية اللي هي كتب السنة فهذا أعظم بألف درجة من أن تسقط أراضينا أنت أترد بعقل إذا ما نقبل بعقل وإذا يرد بعقل وإذا ينكر بعقل يبقى الجن يبقى ولعوبة بين عقل المسا